طبعا كل المشاهدي ومحبي كرة القدم مصري كان بيتابع مباراة الأمس سواء بقى أهلوية أو زمالكوية أو حتى احنا بنتكلم هذه المباراة دائما بتبقى محط أنظار كل محبي الناديين في كل أرجاء الوطن العربي وفي العالم بشكل عام طبعا أكيد الأهل والزمالك دايما بيكون دربي قوي وبالتالي كان فيه متابعة قوية لهذا اللقاء اللي انتهت طبعا بفوز النادي الأهلي 3-0 في مباراة تعتبر مباراة عودة الصقة للنادي الأهلي والعودة إلى الطريق الصحيح والمصار الصحيح لحصول على بطولة الدوري هذا الموسم بعد أن غابت طبعا لموسمين ولكن حتى الآن احنا بنتكلم لسه بدري الأمور في الدوري الممتاز احنا بنتكلم 14 أسبوع النهاردة أول مباراة في الأسبوع الخمستاشر ولكن لسه المشوار طويل ولكن زي ما بنتكلم كده بنقول أن الناديين الكبار أو المنافسين الدائمين لما بيقابلوا بعض واحد بيتغلب على التاني بتبقى الأمور بالنسباله بتتسهل شوية أو بنقول أن احنا بتهبط من الفريق الآخر وده يمكن اللي حصل إمباراة مباراة الأمس هي عامل إجابي لنادي الأهلي وجماهيره فريق النادي الأهلي على الجانب الآخر هو عامل سلبي لنادي الزمالك بما أنه بيصدر مباراة زي كده بتصدر بعض المشاكل وأصلا أصلا يعني هنتكلم بنادي الزمالك بواجه بعض المشاكل والصعوبات في النتائج والأداء الفني في المباراة اللي فاتت وبالتالي النهاردة يعني أول مشكلة أنت بنادي الزمالك النهاردة من خلال مجلس الإدارة أنه مش عارف هل ياخد قرار بقالة فريرا ولا يستمر فريرا لبعض الوقت عشان يعني أن نديره فرس أو نادي الزمالك يديره فرس وهنا ده اللي كان موجود النهاردة من اجتماع مجلس الإدارة لنادي الزمالك وبعض القرارات اللي أخدها من خلال هذا الاجتماع اللي يعتبر طارق في الوقت الحالي إن هيبقى فيه فرصة لمستر فريرا لنهاية الدور الأول عشان يحدد المصير وجوده أو عدم وجوده ده أهم قرار أنا هاخد يعني كلام في البداية كده عن الأسباب اللي ممكن بيواجهها نادي الزمالك من سوق توفيق رقم واحد أنا من وجهة نظري أنا ولازم يعني نادي الزمالك وفريق نادي الزمالك يقارن بالنادي الآهلي إنه هو كان الغريم مبارح وكان المنافس مبارح وبالتالي لازم يبقى فيه عملية مقارنة إن الوضع السنادي لفريق النادي الآهلي هو عارف بيعمل إيه لعبته عارفة جمهورها لو حصل أي مشكلتين وخسار الدوري أو خسارة لمباراة زي الآهلي الزمالك ممكن كان يحصل إيه ده رقم واحد وإحساسهم كمان وده جزء مهم جدا 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 بنفسهم إن رجوعهم للنجومية وإن جمهورهم يعني يثني عليهم مرة تانية تكون بمباراة زي كده إنه هما يكسبوا مباراة زي كده وأعتقد ده كان حافز كبير جدا جواهم عشان يعملوا مباراة جيدا عايز أقول لكم سيبكم مشروط الأولان يعني سيبكم مشروط الأولان لكن الشكل العام بالنسبة للنجومية هم عارفين عايزين إيه سواء بقى يعني ماتش مباراة أو بداية الدوري الممتاز عالجانب الآخر إحساسك بلعيب اتنين الزمالك إن الأمور أنا أخدت اتنين دوري السناجي لو ضع مني مفيش مشكلة ده اللي الناس شايفها واللي جمهور الزمالك بيقولوا قبل التاني قبل أي حد إن أنا أخدت دوري الأمور بالنسبة لي عادي خلاص حتى لما بتلاقي نفسك بتشوف ماتش زي أصوان مثلا بيجي فيك جول يعني اللعيبة ما عندهش فكرة أن أحرارة وإنك تبقى عندك الحماسة والروح عشان ترجع ليه المباراة مرة تانية وده اللي احنا شفناه في المباراة الداخلية شفناه في بيرامد شفناه مبارح في ماتش الأهلي أنا يعني لعبة الزمالك لا حول ولا ولا قوة مش عارفة ترجع للقاء وده برضو يعني جزء في اللعيبة وجزء في الجانب الفني واللي بيتحمله فريرة بشكل كبير جدا جدا في مباراة الأمس بتغييراته باللعبين اللي اختارهم من البداية اللعبين التغييراتهم في توقيتاتها كمان كانت غريبة خصوصا التغيير الأولاني منزول عمر جابر بالأمس مبارح ومصطفى زناري في وقت انت كانت الأمور ماشية بشكل طبيعي يعني حتى لو احنا كنا بنحل مبارح الأمور ماشية ان هنا المبراء اكول ما بين الأهل والزمالك لكن بعض التغييرات او التغييرات اللي حصلة في ديها 58 كان لها عامل مختلف حتى لو احنا بنتكلم ان الجول جيب عديه على طول لكن في اللي اقتين دول بتحصل حاجات كتير جدا لو اللعيبة نزلت في مكان غلط وتوقيت غلط وده اللي استغلوا الكهرباء واحرز الهدف الأول هتكلم في حاجات كتير جدا خاصة بالمباراة والشكل الفني للمباراة لان الحقيقة عما نيجي نبص فنيا المباراة في الشروط الأولاني ما فيش حاجة تذكر الشروط التاني الجنب